مجدداً أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مرمى نيراني الهجمات الإسرائيلية الجولة الجديدة من الهجوم شنها وزير الخارجية الإسرائيلية إليكوهين كوهين وفي تصريحات حدت اللهجة قال إن جوتيريس لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة جوتيريس لا يستحق أن يكون رئيساً للأمم المتحدة لم يشجع جوتيريس أي عملية سلام في المنطقة واعتقدوا أنه على جوتيريس أن يقول بوضوح وبصوت عالي مثل جميع الدول الحرة حرروا غزة من حماس الهجوم الإسرائيلي الأحدث على جوتيريس يأتي بعد أيام من تصريحاته التي قال فيها إن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين في غزة توضح أن هناك خطأ ما في العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك ووصف جوتيريس غزة بأنها مقبرة للأطفال ودعا إلى التفريق بين حماس وبقية الفلسطينيين وأنه ما لم يتم هذا التفريق والتمييز تفقد الإنسانية معناها الانتقادات الإسرائيلية هي حلقة من سلسلة في علاقة معقدة مع الأمم المتحدة وأمينها العامة فبعد أسبوع من اندلاع القتال في غزة دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إلى الاستقالة الفورية لجوتيريس ولوحت إسرائيل برفض منح تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة وذلك ردا على تصريحات جوتيريس بأن هجمات حماس في السابع من أكتوبر لم تأتي من فراغ وأن الفلسطينيين عانوا من احتلال إسرائيلي قمعي لعقود وأن إسرائيل ارتكبت انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني في غزة حملات الهجوم الإسرائيلية لا تقتصر على جوتيريس بل طالت كثيرا من المسؤولين والمنظمات الدولية التي عبرت عن إدانة الهجمات الإسرائيلية على القطاع والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ترجمة نانسي قنقر